ولد الفقيد أحمد بوستيلة في الثامن أوت من عام 44 تسعمائة وألف في أسرة متواضعة بنواحي دائرة عين مليلة ولاية أم البواقي أين نشأ وتربى في كتاتيبها تلقى الفقيد تكويناً مدنياً وعسكرياً في الداخل والخارج فتحصل على شهادة الليصانس في الحقوق ليتحصل بعدها على شهادة عليا درجة ثانية في علم الإجرام من معهد باريس بفرنسا هذا تكوين الأكاذيمي والعسكري سمح له بتقلد مناصب في الضرك الوطني بداية من عام 66 تسعمائة وألف كقائد كتيبة إقليمية للضرك الوطني ليتدرج بعدها في سلم المناصب العسكرية ودائماً في سلاح الضرك من قائد جهوي إلى قائد أركان مروراً بملحق عسكري بالصين هذا المسار الطويل والحافل كلل بترقيته إلى رتبة لواء سنة ألفين ثم إلى رتبة فريق في الخامس جوليا ألفين وخمسة عشر ليحال بعدها بشهور ومن نفس السنة على التقاعد قلد الفقيد عدة أوسمة بداية من الوسام العسكري إلى وسام الشرف ويبقى أسمى وسام خدمة الوطن فرحم الله الفقيد وألهم ذويه الصبر والسلوان